الشباب هم وقود المجتمع في كل المبادرات والمشاريع القومية وكما توجه سيادتك دائماً بإشراق وضرورة إشراق الشباب في جميع قطاعات الدولة مجموعة من الشباب نظاموا مجموعة من المبادرات شباب الجامعات نظاموا مجموعة من المبادرات التي تخدم هذا المشروع القومي الأستاذ بسانت عيد والأستاذ محمد طه في البداية نحب نشكر سيد رئيس الجمهورية أنه قطع لنا فرصة المشاركة في حدث مهم زي ده وهو إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وإحنا كشباب بنؤمن بأهمية دورنا في تنمية المجتمع والأسرة المصرية وعلشان كده أطلقنا حملات توعوية في نطاقين مختلفين وهما السحة ومؤسسات المجتمع المدني من منظور السحة أطلقنا فكرة البكرة من منظور السحة أطلقنا فكرة البكرة إحنا مجموعة شباب خريجي كلية الطب قررنا أننا نستغل أماكن الانتظار في المستشفيات الجامعية لنشر الوعي بين الناس بما أن الناس بيكونوا هناك منتظرين لفترة بدأنا في الأول بتحليل الموقف عن طريق استبيان الاستبيان ده كان فيه مجموعة من الأسئلة بتبين مدى وعي الناس عن السحة الإنجابية وعن السن المناسب للزواج وأكتر الشائعات المتدولة بين الناس في المنطقة دي وكانت وقتها أهدفنا أننا نصحح المفاهيم المغلوطة دي عن طريق مشاورات لكل متردد على حدة مش بس كده لا كمان إحنا كنا بنساعدهم إن هما ياخدوا خطوات فعالة في الموضوع ده عن طريق إن إحنا كنا بنرشدهم لأماكن أخذ الخدمة وهي عيادات تنظيم الأسرة عملنا الكلام ده عن طريق مقر صغير اعتمدنا فيه على تقنية السنوديق التفاعلية كنا بنبتدي المشاورات بتاعتنا بكلام عام عن صحة المرأة وصحة الأسرة وبعدين بنتطارق في الكلام للصحة الإنجابية ويتنمية الأسرة وزي ما حضراتكم شايفين قدقي الناس كانوا متفاعلين جدا معنا وكانوا مبسوطين إن هما بيعرفوا معلومات جديدة بالنسبة للاستمرارية بتاعة الخطة بتاعتنا إحنا بسهولة جدا نقدر نعمل تعاون مع المستشفيات الجامعية الأخرى وممكن كمان بتعاون مع وزارة الصحة نقدم خدمة مجتمعية عن طريق الوحدات الصحية بما إنه الهدف الآخر هو تمية الأسرة المصرية على مستوى الجمهورية ودلوقتي هنتكلم عن المنظور التاني بالنسبة للمنظور التاني فإحنا كأربع شباب من جماعات مختلفة قررنا إن إحنا نركز على منظور مؤسسات المجتمع المدني وأول حاجة ابتدينا بها هي كانت استبيان الاستبيان ده ساعدنا إن إحنا نبني الرسالة بتاعتنا والرسالة بتاعتنا هي كانت خدمة الفئة المستهدفة من سن 18 إلى 35 سنة عن طريق حاجتين أول حاجة خالص هي حبارة عن سلاسل فيديوهات قصيرة كانت بتتنشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتاني حاجة هي ندوات على أرض الواقع في ثلاث محافظات هما مطروح والفيوم والأسر بالنسبة للمحتوى الأولاين فإحنا كنا بناخد متابعين عبر رحلة مكوة من ثلاث مراحل أول حاجة هي كانت ما قبل الزواج وكنا بنركز جدا إن إحنا نتكلم على الأمراض الجينية والوراثية وكيفية تجنبها وكمان الفحوصات اللازمة ما قبل الزواج والدعم النفسي كمان للمقبليل على هذه الفترة المهمة مرورا بأثناء الحملة وكنا بنركز في الفترة دي على صحة الطفل المهمة جدا في الفترة دي وكمان دور الراجل الداعم في هذه الفترة المهمة آخر حاجة خالص كانت معنا في الرحلة هي بعد الحملة وكنا بنركز في الفترة دي على أهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية العناية بالطفل في المرحلة الأولى من عمره خاصة الألف يوم الأولينيين كان عامل محفز لنا إن أغلب متابع صفحة مواقع التواصل الاجتماعي كانوا من الرجال وده كان عامل محفز إن إحنا نكمل في نشر سلاسل الفيديوهات لإنه ممكن الراجل يبقى عليه ضغط مجتمع إنه هو يشارك في الأحداث دي على أرض الواقع بس على موقع التواصل الاجتماعي هيبقى ليه الحرية الكاملة إنه هو يتابع الفيديوهات دي على الجانب الآخر بالنسبة للمحتوى اللي تم تقديمه على أرض الواقع فزي ما إحنا شايفين في محافزة مطروح والفيوم كنا دايما بنحرص إنه ندواتنا تبقى ندوات تفاعلية بمعنى إن الناس المشاركين كانوا بيدوا أراءهم وكمان كانوا بيقوموا بعمل عروض تقديمية أثناء الندوة علشان نقدر نضمن إن المعلومات اللي هم خدوها يقدروا ينشروها على مدى مجتمعاتهم وكمان على مدى معارفهم في بيوتهم كانت حاجة مهمة بالنسبة لنا برضو إنه إحنا كنا بنديهم الكيو أر كود علشان يقدروا يخشوا الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك ويقدروا كمان يتابعوا سلاسل الفيديوهات ويعرفوا معلومات أكتر وأكتر عن الموضوع ده كانت حاجة مهمة بالنسبة لنا جدا إنه إحنا نعمل بنامج الصفرة للاستدامة عشان نقدر ننشر المحتوى فأكبر عدد من المحافظات ممكن وده بالفعل إدنا نعمله في محافظة اللقصر وإدنا نعمل ندوة كاملة في المحافظة برغم من عدم وجود أي عضو من أعضاء الحاملة في هذه المحافظة ولكن الندوة كانت بنفس الكفاءة وكان كمان نفس المعلومات اللي كنا إدنا نديها في محافظة الفيوم ومطروح بالنسبة لي الخطة المستقبلية فطبعا شراكة مع المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدمر نيلة دخول أكبر عدد من القرى ممكن وإن إحنا ننشر المحتوى ده للناس اللي موجودين في القرى والأماكن دي كمان الاستمرار في تصوير الفيديوهات القصيرة عن طريق ده كثرة مختصين من وزارة الصحة والجهات المختصة يقدر يساعدنا أن إحنا ننشر المحتوى ده أكتر ونتوسع فيه بالتفاصيل وآخر حاجة خالص هو إنشاء موقع أولاين للإستشارات الخاصة بالصحة الإنجابية توفقا مع رؤية مصر 20-30 وكمان عشان أدى أدى الحرية لأكبر عدد من الناس ممكن أن هم يسألوا ويتلقوا الرد من مختصين في هذا الموضوع وختاما إحنا كشباب بنؤمن أن نجاح المشروع ده هو رهن تكاتفنا واختيارنا لنمض المستقبل اللي بنحلم بيه لينا والأولادنا مستقبل مصر العظيمة اللي كل واحد على أرضها عنده تعليم جيد وسكن مناسب وفرصة عمل بيخدم بيها نفسه وبيحقق بيها الحاجات اللي هو عايز يحققها وشكرا لسياداتكم شكرا لسياداتكم